بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا محمد الخير المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم تلاميذ وتلميذات الصف الرابع مدرسة المناهل الدولية أهلا وسهلا بكم نبدأ على بركة الله الصف الرابع المادة الرياضيات الموضوع مراجعة جمع وطرح الكسور سنقوم بمراجعة لجمع وطرح الكسور وفق جميع الحالات التي مرت معنا سابقا أولا جمع كسرين لهما المقام نفسه وطرح كسرين لهما المقام نفسه لدينا القاعدة العامة والرئيسة لهاتين الحالتين لجمع كسرين لهما المقام نفسه نجمع البستين ويبقى المقام نفسه لطرح كسرين من آخر لهما المقام نفسه نطرح البستين ويبقى المقام نفسه هيا مع أمثلة لننشط الأزهان أمثلة بها المتعة والفائدة إن شاء الله هنا وفق القاعدة 4 على 8 زائد 3 على 8 جمع كسرين المقام نفسه هنا ثمانية وهنا ثمانية 4 زائد 3 سبعة والمقام نفسه 7 على 8 هنا أيضا 7 على 9 ناقص 1 على 9 ننتبه إلى إشارة العملية الحسابية هنا إشارة عملية الطرح 7 على 9 نتابع أيضا لاحظ الشكل المجاور ثم أكمل الجدول لدينا هذا المستطين المقسم إلى إزاء متساوية وبألوان مختلفة والمطلوب هنا لاحظ الشكل المجاور ثم أكمل الجدول اكتب الكسر الدال على الإزاء الملونة بالأصفر 1 2 3 يكون 3 على 10 بالأزرق 1 2 2 على 10 اجمعهما 3 على 10 زائد 2 على 10 نجمع البسطين وفق الحالة السابقة 5 والمقام نفسه 5 على 10 بالأحمر 1 2 3 4 5 5 على 10 بالأصفر 3 على 10 اطرحهما 5 على 10 ناقص 3 على 10 نطرح البسطين 5 ناقص 3 2 والمقام يبقى نفسه 2 على 10 أيضا أمثلة إضافية جمع كسرين لهما المقام نفسه لدينا هذين المستطيلين نعبدر عنهما بالكسور الشكل الأول 4 على 8 زائد 3 على 8 يساوي نجمع البسطين ويبقى المقام نفسه 4 زائد 3 7 ويبقى المقام نفسه 7 على 8 لدينا هذه التمارين 1 على 9 زائد 2 على 9 نجمع البسطين 3 يبقى المقام نفسه 3 على 9 بنفس الطريقة 5 على 9 زائد 3 على 9 نجمع البسطين 8 على 9 3 على 10 زائد 3 على 10 نجمع البسطين 6 على 10 8 على 12 زائد 1 على 12 نجمع البسطين 8 زائد 1 9 والمقام يبقى نفسه 9 على 12 جميل وممتع جدا الحالة الثانية طرح كسر من آخر لهما المقام نفسه لدينا هذا المستطيع مؤلف من ثمانية الزاء نريد حزف ثلاثة الزاء فنقوم باستخدام عملية الطرح الكسر المعبر عن جميع هذه الزاء ثمانية على ثمانية ناقص الزاء المحزوفة ثلاثة على ثمانية نقوم بطرح البسطين 8 ناقص ثلاثة خمسة والمقام يبقى نفسه فيكون الناتج 5 على ثمانية هنا في الرقم وهنا وفق رقائق الكسور أيضا نفس الحالة على هذه التمارين أطرح البسطين ويبقى المقام نفسه 7 على 9 ناقص 4 على 9 7 ناقص 4 3 والمقام 9 يبقى كما هو 3 على 9 8 على 9 ناقص 3 على 9 8 ناقص 3 5 والمقام نفسه 9 5 على 9 9 على 10 ناقص 3 على 10 9 ناقص 3 6 والمقام نفسه 6 على 10 8 على 12 ناقص 1 على 12 نطرح البسطين 7 ويبقى المقام نفسه 12 7 على 12 جميل جدا لدينا الآن هذا اللغز الممتع والجميل اذكر الكسر الذي يجب إضافته للكسر 1 على 6 لتحصل على الواحد الصحيح كما تعلمنا سابقاً ليكون الكسر مساوي للعدد 1 يجب أن يكون البسط يساوي المقام أي 6 على 6 يساوي 1 المطلوب هنا اذكر الكسر الذي يجب علينا إضافته للكسر 1 1 على 6 الإضافة أي عملية الجمع كم يحتاج الواحد على 6 ليصبح 6 على 6 يحتاج في البسط 5 والمقام نفسه فيكون 1 على 6 زائد 5 على 6 نجمع البسطين 6 على 6 وهو يساوي الواحد الصحيح جميل جداً لدينا الآن تمارين إضافية يجب علينا انتباه إلى إشارة العملية الحسابية المطلوبة احسب ناتج كل من ما يأتي 3 على 6 زائد 2 على 6 هنا عملية الجمع 3 زائد 2 5 ويبقى المقام نفسه 6 9 على 12 ناقص 4 على 12 ننتبه هنا عملية الطرح 9 ناقص 4 5 على 12 3 على 8 زائد 2 على 8 جمع فنضع 5 على 8 يجب علينا الانتباه إلى العملية الحسابية المطلوبة لدينا الآن مسألة سوف نقوم بقراءتها وتحديد العملية الحسابية اللازمة أمضى يحيى 1 على 4 ساعة أي ربع ساعة في ممارسة غياضة المشي و3 على 4 من الساعة أي 3-4 الساعة في ممارسة غياضة الجري ما المدة التي استغرقها في ممارسة النشاطين نريد المعرفة المدة الكاملة في ممارسة النشاطين فنستخدم عملية الجمع 1 على 4 زائد 3 على 4 يساوي نجمع البسطين ويبقى المقام نفسه تكون 4 على 4 وهو ما يساوي الواحد فتكون ساعة كاملة أي المدة التي استغرقها يحيى في النشاطين هي ساعة كاملة تساوى البسط مع المقام 4 على 4 فيساوي الواحد الصحيح لدينا مسألة أيضا الكسر الدال على مذاكرة الرياضيات 9 على 10 حصل عليها هذا التلميذ اكتب الدرجة الناقصة على شكل كسر حصل على علامة 9 على 10 فيكون لديه نقص في علامة واحدة فيكون الكسر 1 على 10 هو المعبر عن الدرجة الناقصة كيف حصلنا على ذلك العلامة الكاملة 10 على 10 هو حصل على 9 من 10 نريد معرفة الدرجة الناقصة أي نستخدم عملية الطرح ناقص 9 على 10 يساوي نطرح البسطين 10 ناقص 9 1 والمقام نفسه 1 على 10 النقص لدى صديقنا درجة واحدة من أصل 10 درجات جميل جدا ننتقل الآن إلى حالات جديدة مختلفة عن الحالات السابقة هذه الحالات تعلمناها سابقا لجمع كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر نبحث عن كسر مكافئ للكسر الذي مقامه أصغر بأن نضرب حدي الكسر بالعدد المناسب فنحصل على مقامين متساويين ثم نجري عملية الجمع كيف ذلك؟ نوضح هنا 2 على 3 زائد 5 على 15 هنا العدد 15 من مضاعفات العدد 3 إذا قمنا بالعدد 3 3 فنرى أن العدد 15 من مضاعفات العدد 3 ونمكن الحصول على العدد 15 من جدول ضرب العدد 3 نبحث عن كسر مكافئ للكسر الذي مقامه أصغر هنا أين المقام الأصغر؟ 3 نريد أن يصبح المقامين متساويين توحيد المقامات ما هو العدد الذي نضربه بالعدد 3 ليصبح 15؟ هو العدد 5 فنضرب البسط والمقام في هذا الكسر الكسر الذي مقامه أصغر بالعدد 5 2 ضرب 5 3 ضرب 5 زائد 5 على 15 هنا ناتج الضرب في البسط 10 وفي المقام 15 نلاحظ هنا حصلنا على مقامين متساويين نقوم بعملية الجمع 10 على 15 زائد 5 على 15 يساوي نجمع البسطين 15 والمقام يبقى نفسه 15 15 على 15 يتساوي البسط والمقام فهذا يساوي 1 جميل جدا نتابع بأمثلة للتوضيح وفقا لهذه القاعدة أحسب ناتج جمع 5 على 9 زائد 1 على 3 هنا 9 المضاعفات العدد 3 عندما نقوم بالعد 3 3 3 6 9 فيكون العدد 9 المضاعفات العدد 3 الآن نريد توحيد المقامات الكسر الذي مقامه أصغر هنا 1 على 3 ما هو العدد الذي نضربه بـ 3 ليصبح 9 هو العدد وفقا جدول الضربة وهنا أؤكد على أهمية عملية الضرب نضرب العدد 3 بـ 3 ليصبح 9 نقوم بضرب البسط والمقام بـ 3 1 على 3 ضرب 3 للبسط والمقام يساوي 1 ضرب 3 3 3 ضرب 3 9 الآن أحسب ناتج الجمع 5 على 9 زائد 3 على 9 يساوي نجمع البسطين 8 ويبقى المقام نفسه فيكون ناتج الجمع هو 8 على 9 جميل جدا أحسب ناتج الجمع في كل مما يأتي أيضا نطبق القاعدة السابقة 2 على 6 زائد 4 على 18 هنا العدد 18 من مضاعفات العدد 6 الوحد المقامين ما هو العدد الذي نضربه بالعدد 6 ليصبح 18 العدد 3 نضرب البسط المقام بالعدد 3 2 ضرب 3 و 6 ضرب 3 الناتج 2 ضرب 3 6 و 6 ضرب 3 18 هذا الكسر يبقى كما هو 4 على 18 نقوم بالجمع نجمع البسطين 6 زائد 14 والمقام نفسه 18 فيكون ناتج الجمع 10 على 18 5 على 7 زائد 4 على 21 العدد 21 من مضاعفات العدد 7 1 المقامين المقام الأصغر هنا 7 ما هو العدد الذي نضربه ب7 لكي يصبح 21 العدد 3 نضرب البسط والمقام بالعدد 3 كما هو في الشكل الناتج 15 على 21 زائد 4 على 21 نطبق عملية الجمع 15 زائد 4 19 على المقام يبقى نفسه 21 جميل جدا لدينا الآن هذه المسألة قطع راكب الدراجة 1 على 2 كيلومتر أي نصف كيلومتر وبعد استراحة قصيرة قطع 3 على 6 كيلومتر ما المسافة التي قطعها راكب الدراجة نريد استخدام عملية الجمع لكن نوحد المقامات بداية الكسر الذي مقامه أصغر 1 على 2 نصف ما هو العدد الذي نضربه بإثنين ليصبح 6 العدد 3 نضرب حدي الكسر البسط والمقام بالعدد 3 كما هو منضح لدينا فيكون لدينا الناتج 3 على 6 نقوم بجمعه مع المسافة الأخرى التي قطعها زائد 3 على 6 نجمع البسطين 6 والمقام يبقى نفسه 6 على 6 يساوي 1 فيكون قطع المسافة هي 1 كيلومتر المسافة التي قطعها راكل الدراجة جميل جداً هذه أمثلة عن القاعدة السابقة ننتقل الآن إلى الحالة الأخرى لطرح كسر من آخر مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر كيف ذلك؟ نبحث عن كسر مكافئ للكسر الذي مقامه أصغر بأن نضرب حدي الكسر بالعدد المناسب فنحصل على مقامين متساويين ثم نجري عملية الطاح 2 على 3 ناقص 10 على 21 هنا العدد 21 من مضاعفات العدد 3 والكسر الذي مقامه أصغر هنا 2 على 3 نريد حصول على كسر مكافئ له وتوحيد المقامة ما هو العدد الذي نضربه بالعدد 3 ليصبح 21 العدد 7 فنضرب كما هو موضح لدينا البسط والمقام بالعدد 7 2 نضرب 7 14 على 3 ضرب 7 21 ناقص 10 على 21 نطرح البسطين 14 ناقص 10 يساوي 4 ويبقى المقام كما هو 4 على 21 جميل جدا أمثلة عن هذه القاعدة أحسم أنك 7 على 9 ناقص 1 على 3 العدد 9 من المضاعفات العدد 3 لكن 3 هو العدد الأصغر نريد توحيد المقامات نضرب العدد 3 والعدد 1 بالعدد 3 كما هو موضح لدينا فيكون لدينا 3 على 9 نقوم بعملية الطرح 7 على 9 ناقص 3 على 9 نطرح البسطين ويبقى المقام كما هو 7 ناقص 3 4 ويبقى المقام كما هو 9 4 على 9 هو الناتج عملية الطرح هنا العدد 9 من المضاعفات العدد 3 قمنا بالعد 3 6 9 واستخدمنا جدول الضرب 3 ضرب 3 يساوي 9 و3 ضرب 1 يساوي 3 نتابع لدينا أنشطة وتدريبات أوجد ناتج الطرح 2 على 3 ناقص 4 على 12 العدد 12 من المضاعفات العدد 3 لكن الكسر الذي مقامه أصغر هو 3 ما هو العدد الذي نضربه بالعدد 3 ليصبح 12 هو العدد 4 فنضرب البسط والمقام بالعدد 4 2 ضرب 4 و3 ضرب 4 فيكون ناتج 8 على 12 ناقص 4 على 12 نطرح البسطين 8 ناقص 4 4 والمقام يبقى نفسه 12 3 على 7 ناقص 15 على 42 العدد 42 مضاعفات العدد 7 لكن الكسر الذي مقامه أصغر هو العدد 7 نبحث عن كسر المكافئ له ما هو العدد الذي نضربه ب7 ليحصل على 42 والعدد 6 فنضرب البسط والمقام بالعدد 6 3 ضرب 6 18 7 ضرب 6 42 ناقص 15 على 42 نطرح البسطين فيكون ناتج 3 وإبقى المقام كما هو 3 على 42 و40 جميل جدان لدينا المسألة هنا يحتوي خزان وقود السيارة 8 على 9 من سعته استهلكت السيارة 2 على 3 من هذا الوقود على طريق السفا احسب الكمية الباقية من الوقود نريد معرفة الكمية الباقية يجب علينا عملية الطرح هنا الكسر الذي مقامه أصغر هو 2 على 3 نريد توحيد المقامات ما هو العدد الذي نضربه بـ 3 ليصبح 9 هو العدد 3 فنضرب البسط والمقام بالعدد 3 فيكون الناتج لدينا 8 على 9 ناقص 6 على 9 هنا ضربنا البسط 2 بالعدد 3 أصبح لدينا 6 و3 ضرب 3 9 9 فأصبح المقامين نقوم بعملية الطرح نطرح البسطين والمقام يبقى نفسه 8 ناقص 6 2 والمقام نفسه 2 على 9 وهي الكمية الباقية من الوقود لا ننسى أن نكتب الوحدات والمطلوب هنا الكمية الباقية من الوقود لكي نؤكد على فهمنا ومعرفتنا لما هو مطلوب بنا في المسائل وبهذا نكون قد أنهينا مراجعة جمع وطرح الكسور بالحالات المتعددة استعدوا جيدا للامتحان أتمنى لكم المتعة والتوفيق والفائدة والنجاح الدائم دمتم بحفظ الله ورعايته الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته